تغلب الكويت على كاظما بمئة وتسع نقاط مقابل خمسين وتسعين ضمن مباريات مؤجلة من القسم الثاني للدور الممتاز لكورة السلة في اللقاء الذي أقيم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بهذا الفوز رفع الكويت رصده إلى ثمانية عشر نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر كاظما وسيكون الكويت أمام فرصة لاعتلاء صدارة الدور عندما يوجه القادسية يوم الثلاثاء المقبل في مواجهة مؤجلة أيضا اشتركوا في القناة